أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن تقديره للجهود البارزة التي يبدلها فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية وحرصهم على تقديم أفضل مستويات للحصول على النتائج المتميزة في المشاركات الخارجية وأشهد سموه بحصول الفريق على المركز الأول في أكبر سباق كلاسيكي في العالم في بطولة باريس روبيكس التي أقيمت في فرنسا عبر الدراج سوني كولبريلي حيث تعتبر البطولة من أقوى البطولات التي تحتاج إلى تحمل خصوصا أنها تمر بمنعطفات رملية وطرق صعبة ويعتبر أكبر سباق كلاسيكي في العالم وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فريق فيكتوريوس للدراجات الهوائية يسير بخطا ثابتة نحو مواصلة تحقيق الأمجاد وتأكيد قدرات الفريق إضافة إلى إبراز اسم المملكة في المحافل الخارجية والمساهمة في الترويج للبحرين لا سيما أن الجانب الرياضي يعتبر من الجوانب المهمة في الترويج وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فوز الفريق في بطولة باريس روبيكس أكبر سباق كلاسيكي في العالم سيعطي الحافزة الكبير لأفراد الفريق خصوصا الدراجين في مواصلة حصد الإنجازات خلال المشاركات القادمة مبديا سموه ثقته الكبيرة بقدرات الدراجين ومشيدا بجهود أعضاء الفريق وأشهد سموه بالإمكانيات العالية التي يمتلكها الدراج سوني كوليبريلي الذي سبق وأن حصد العديد من الإنجازات متمنيا سموه للدراج وكافة أفراد الفريق دوام التوفيق والنجاح